موسيقى صباح الهنا والجمال عليكم صباح الابتسامة صباح التفاقل صباح الحصن الظن بالله صباح يوم جميل إن شاء الله يكون مليان خير وبركة بإذن الرحمن النهاردة حلقة جديدة من أسبوع الثالث لشهر لطلباتكم أوامر قلنا من أول الشهر لحد النهاردة إحنا بنكتب طلباتنا كلها على هاشتاك طلباتكم أوامر مع نونا والسندباد أي طلب عايزينه أي وصفة بتبوز مننا أي وصفة ما بتزبطش معنا نكتب اسمها على طول مع الهاشتاك في أي كومنت سواء على صفحة سندباد سواء على صفحتي سواء على صفحة بانوراما أدام مع الهاشتاك يبقى أكيد طلبكم هيوصلنا النهاردة من ضمن طلباتكم كانت كيكة الزبرة أو كيكة الطيجر اللي إحنا عملناها قبل كده والناس كتير كتابتلي في الكومنتات ما خدتش حقها ما شفناش إنت عملتيها إزاي عايزين نشوف التأسيمة بتاعتها عشان تدينا الشكل النهائي بتاعتها النهاردة هنعملها تاني وهيكون معانا النهاردة هنستخدم معاها كيك شيف من دريم علشان نشوف مزايا الكيكاية اللي بتتعامل بكيك شيف عاملة إزاي ما قدرنا سهلة وبسيطة جدا وموجودة في كل بيه دايما عامر بحسك يا رب معايا ما قدري بتقول إيه هتنزل معانا على الشاشة عشان نصورها بسرعة أو نكتبها في كاسكول نونا ونشوف بعد كده هتقول معانا إيه معايا ثلاث كبايات دي إيه طيب ما قدر تنزل معانا علشان نصورها معايا ثلاث كبايات دي إيه رشة ملح باكو كيك شيف من دريم كباية سكر كباية حليب ثلاث تربع كباية سكر ثلاث بدار معلقة كبيرة فانيليا وثلاث معالق كبار كاكاو دي ما قدرنا سهلة وبسيطة وما فاش أي مشكلة ما قدرنا بتتقسم لجزئين الجزئ الاولين اللي هو عبارة عن هنحط المواد السيلة كلها زي ما احنا ما متعودين ونضربها كلها في الخلط اللي هي عبارة عن إيه معايا الحليب بسم الله ومعايا الثلاث بدات بيد على طول يبقى ورا فانيليا معايا سكر وكمان هحط معاهم الزبدة زبدة بدرجة حرارة الغرفة زي ما احنا شايفين بصوا عاملة ازاي ما تبقاش متجمدة علشان ما تاخدش مجهود في الضرب وما تبقاش تقيلة على الخلط بالشكل ده كده دي تلات ترب تربع كوباية زبدة نزلها كلها علشان ما بقاش في حاجة نقصة من المقدار بتاعنا بالشكل ده كده عندي ايه لسه عندي الدقيق وعندي كيك شيف وعندي الكاكيو دول هاركنهم كده على جمب وهضرب مكوناتنا كده الأول مع بعضها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ده مانت المكونات كلها بتاعتنا تخلطت السكر دي مع البيض مع الحليب مع الفانيليا مع الزبدة بقى الخليط عندنا كده هعمل ايه دلوقتي همسك باكت كيك شيف كده واقفضيه على الدقيق الباكت كامل وهبدأ ان انا اقلب الدقيق مع كيك شيف مندرين بالشكل ده اقلبه كويس علشان انا ممكن مسحبش الدقيق كله فمش عايز احب الدقيق يبقى فيهم كمية كيك شيف كتيرة والتاني لا بالشكل ده كده او ان انا احط كمية الدقيق ويبقى كيك شيف موجود في اخر حبة انا مش هحطهم ويبقى انا كده خسرت ان الكيكات تطلع معي مزبوطة كده قلبناه كويس هعمل ايه هاخد الخليط اللي احنا ضربناه مع بعض كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده فضيته كله في البولة كده وعايزة الخلاط تاني وهقولكو انا عايزة ليه وهبدأ ان انا انزل بالدقيق بتاعنا شوية شوية مايبقاش كله مرة واحدة عايزة الخليط يبقى خليط متوسط مايبقاش تقيل علشان ابدأ ان انا اشكله بسهولة ويطلع شكل الكيكة اللي انا عايزها ومحتاجها بصو كده اخلط كله ما نزلش دقيق جديد الا ما تأكد ان الاولاني اتخلط كويس او من غير اي تكتلات بالشكل ده كده كده صباح الفل يا معلاء صباح الورد صباح الجمال على عيونك صباح القست صباح الهنة يعني يمسع كده يمسع كده يمسع كده يا حد نونة يا رب يسمعها منك ربنا وحج قريب ان شاء الله انا لو سمعتيني في حلقة مبارح قلت ان شاء الله الاسبوع ده عندنا الخميرة وعندنا البسيمة وعندنا موضوع الصبون ان شاء الله الاسبوع ده وطلباتكم اوامل سمعتيني ولا ما سمعتنيش والنبي انا قلتلك والنبي ان ابني هيعمل مشروعه وحياتك اللي عملهولك الاسبوع دوت والله وحيات ربنا هعملهولك الاسبوع ده ده الصبون بتاع الحمام يعني والخمير اقول لي دي عالطريقة حاد حاضر انا عملهملك والله الاسبوع دوت هتشوفهم معمولين معي ماشي عيوني ليكي والله لو كنت سمعتيني مش فاكلا كان امبارح او يوم الخميس انا قلت علشان خاطر حبيبتنا اللي طلباهم انا هعملهملك حاضر بصوا كده الخليط بقى عامل معي ازاي انا عايزة نص كوباية حليب ممكن اه نص كوباية حليب بصوا كده هحط هنا ايه هحط هنا الككاو وهزود له نص كوباية حليب هزود للككاو لوحده نص كوباية حليب وهروح واخده جزء من ده وروح مزوده هم هنشوف دلوقتي بس يجينا الحليب وهنشوف هنعمل ايه طب احنا قدامنا كتير بصوا كده ادي نص كوباية الحليب انا هاخد منها شوية وشوية تانين هلكنهم على جنب وهقول لكم ليه هضرب ده كده كويس او مع بعضه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صباح الفل يا سارة بصوا كده خدت الكاكاو نزلته على جزء منهم انا قسمت الكيك الخليط اللي عندنا لجزئين جزء هسيبه ابيض زي ما هو والجزء التاني حطيت عليه الكاكاو اللي ضربناه هنقول حوالي ربع كوباية حليب مش هنقول نص عشان انا سيبت جزء من هبر نعمل كده لقيت الخليط معايا تقيل ومش مديني السمك اللي انا عايزيه ان هو يبقى سايل شوية عشان اقدر اشكل بالكيكاية بتاعتنا هزوده شوية حليب ما فياش مشكلة مش شكي ده كده ما زودش مية ولا زود اي حاجة هزود حليب بصو كده شايفين ان الكاكاو معايا فاتح شوية وانا بحب الكيكاا بتاعتي تبقى اجمع مفاش اي مشكلة ازود شوية كاكاو كمين بصو كده بصو كده وقادي الخليط التاني بتاعنا اهو نبقى انا كده بقى عندي اتنين خليط واحد ابيض وواحد بني الصانية بتاعتنا هزود كده بس يفضل انها تكون صغيرة لتطلع كايا عالية لا ينفعش ان خليطة ده بالحجم ده اختار صانية واسعة اخترت صانية واسعة اخترت صانية واسعة لا أحدد اوى حجم الكيك اخترت صانية واسعة حجم الككاية بالشكل ده القالب اللي أنا اشتغلت فيه كان واسع فتلع معي حجم الككاية بالشكل ده لكن أنا دلوقتي يستخدمه قالب صغير أو صنية صغيرة عشان يطلع معي القالب حجمه كويس الككاية نفسها لما ترفع يبقى حجمها كويس اللي عليها بتاعها كويس هطلع فاصل هرجع من الفاصل هعمل ايه؟ مش هعمل أي حاجة ومش هشكلا لما ترجعوني أريد بس أقطع قطعة من الككاية بتاعتنا اللي عملناها سوف نقوم بشكلها وان شاء الله ستستوي معنا بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي شكلها من جوا اغباره ايه ونشوف هي هاشة معينا ازاي طالع معينا بالشكل ده حجم الصانية اللي احنا بنعملها هي اللي بتورينا حجم الكيكاية وعلوها بالشكل ده كده هطلع فاصل هرجع من الفاصل مش هكون عملت اي حاجة هنستنى مع بعض كده علشان يشكل الخليط بتاعنا ونشوف بيدينا الشكل ده ازاي شوية صغيرين ورجعين واتروها في اي حتة ومستنى ايكم موسيقى 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 رجعت من الفاصل عملت ايه في الفاصل بدهن القلب بتاعنا دهانتو زبدة صحيحة خالص مزابة وهبدأ اعمل كده قادي الخليطين بتوعنا قلت لو لقينا الخليط سقيل على التشكيل بتاعه يبقى نزود له شوية حليب بس مش كتير نزود بالتدريج لحد ما يدينا بصوا كده بصوا السمك بتاع الخليط عامل ازاي ده السمك اللي انا عايزة اوصله للكيكاية بتاعي بصوا الشوكولاتة ده الخليط اللي انا عايزة اوصله كده هتلاحظوا ان انا عندي الشوكولاتة طلع اكتر من اللبيض هعمل ايه هبدأ باللبيض لا هبدأ بالشوكولاتة ليه علشان هو اللي ياخد اكتر اضع الشوكولاتة ابدأ بالكثير اضع الشوكولاتة نضع الشوكولاتة نضاعك نضاع البني نضاع الخائط هنفضل نقرر الموضوع ده لحد الكمية بتاعتنا ما تخلص خالص هو هيفتح بقى لوحده وهي هتوسع معانا الدايرة بتاعتنا كده عايزة تسهلي على نفسك وعندك كياس حلواني وربنا كلمك بيها ترويح حتى الخالطين في اتنين كيس حلواني وتقصيهم بالمقص وتبدأ ان انت تشكله لو شايفة ان الموضوع اللي انا بعمله ده صعب عليك مع انه مش صعب ولا اي حاجة تحطي في كيسين حلواني وتشكله متوسع كل التدريجات دي لما بتدخل الفرن بتدينا الشكل اللي احنا شفناه مع حضراتك ده بنفضل كده الحاد الكمية بتاعتنا ما تخلص علشان حبيبنا اللي قالولي احنا عايزين نشوف التشكيل بتاعه وعمل ازاي الفرن بتاعنا شغال على مية وتمانين ونكلم مدام نادية نقول له صباح الفل صباح الجمال والعسل صباح اللي انا عليك يا عاملة ايه ازايك يا النون الحمد لله تمام وحستيني والله والله انت اللي واحداني كتير يا نونة تسلميني الحمد لله انا بخير طول ما انت بخير متحرمش منك اخبارك واخبار الحاجة تومنين علينا الحمد لله كلنا بخير متحرمش منك ولا من سؤالك دائما واولادك وصاحب بيتك كلكم دايما بكي جرب ربنا يبرد فيهم يا رب الحمد لله كلهم بخير سيبقى البرنامج والقناه كلها تكون بخير بكر يبقى مع定 تلكم ك هち يا حبيبتي وانت حبيباتنا والله العظيم يه مدر من الدنيل انا لابد تعمل نش Wochejack والله ودو وحتي بدائما بتعمل قلبي لأ housed بتتلع جميلة بتتلع عسل عشان من ايدك والله يا مدر من نادية تسلم ايديك حبيبتي وتحرمش منك يا رب حضرتك اكتر والله كويسة الحمد لله كانت لسه مكلم انا مبارح متحرمش منك يا رب حاولت تكلمينا مرة تانية صباح كله خير وبركة ان شاء الله لحد ما بتخلص الكمية بتاعتنا خالص وتقول تمام حبيبتي اللي حبوا ان هما يشوفوا بنشكلها ازاي تشكلها اسهل منه مفيش يا اما زي ما انا ما بعمل كده يا اما عايزة تسهليها على نفسك اكتر كمان كسين حلواني وتحط فيهم الخليط ده والخليط ده وتبدأي تحطي زي ما بنعمل كده بس ما فيش داعي والله لكياس حلواني هي اسهل منها مفيش بالشكل بكي ده اهو الفرن بتاعنا شغال على 180 ما عندكش درجة حرارة يبقى درجة حرارة متوسطة بالشكل ده كده اهو تدخل الكيكاية ما نفتحش عليها خالص الا لما يعدي 35 دقيقة حتى لو شمينا ريحتها حتى لو ايه ما نفتحش عليها الا لما يعدي 35 دقيقة نبدأ نفتح عليها ونفتح عليها بالراحة ما نديش الفرن براحة قوي واحنا بنفتح عشان ما يخشلوش هوا نختبر بخلة من نص الكيكاية مش على الحروف تلعت نضيفة قفلنا الفرن وسبناها فيه بس كده انا مش عايزة حاجة تانية اكتر من كده الفرن عندي شغل على 180 بصوا الشكل بتاعها عامل ازاي صانية مدهونة زبدة عايزين تعفروها بضيق ماشي مش عايزين براحة تكو بس لو دهن الزبدة كويس يبقى ضمانا انها تطلع كويسة نقطاف الفرن نصبط ساعتنا 35 دقيقة ونفتح عليها الفرن بس كده خلصة وصفتنا سهلة وبسيطة جدا ما فيهاش اي مشكلة هطلع فاصل صغير بسرعة بسرعة ونرجع نكمل وصفاتنا عندنا ايه النهاردة عندنا البسطة فلورة طلبت منينا في الكومنتات كتير وتبعتت لنا على هاشتاك طلباتكم اوامر معانونا والسندباد وعندنا كمان بيتزا الخلاط اسهل بيتزا ممكن تعملوها في عاما شوية صغيرين وراجعين واتروحوا في اي حتة مستانية صباح الفل عليكم ورجعنا من الفاصل عملت ايه في الفاصل حطيت الكيكاية في الفرن وهنيجي دلوقتي نعمل بيتزا الخلاط يعني ايه بيتزا الخلاط اسرع بيتزا في التاريخ اسهل ولا نعجل ولا نفرد ولا اي حاجة نحط المكونات كلها في الخلاط دهانا صنية زيت او حطينا ورق زبدة حطينا الخليط بتاعنا بس منبل ايدينا زيت واحنا بننزل الخليط من الخلاط سبناها شوية ترتاح او تخمر حطينا عليها المكونات بتاعتنا حطيناها في الفرن تلعت احلى بيتزا اسهل مكوناتنا بس قبل ما نشوف مكوناتنا احط السلسة بتاعتنا على البيتزا اللي انا كنت عاملها وسبتها تخمر او ترتاح شوية واحطها في الفرن وعلى ما تطلع معنا نكون عمالنا العجينة بتاعتنا بصوا كده دي عبار عن ايه شوية قطشب عندنا او شوية سلسة طواطم تب لناهم كويس قوي عندك سلسة بيتزا مفاش اي مشكلة اللي موجود عندك استخدميه ما بقلزم كيش ان انت تعملي حاجة مش موجودة بصوا كده ايدي السلسة بتاعتنا ما نوصلش للحروف ليه ما نوصلش للحروف عشان مش عايزة الحروف بتاعتنا تنشف انا عايزة بس اللي في النص هو ليبقى مزبوط بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده وابدأ ان انا اعمل كده موصلش للحروف دي كانت عبارة عن اي دول عبارة عن حبة قطشب اللي هو ما صوس الهاريسة عشان انا بحبها سبايسي وعليها معلقة سلسة حطنا عليها شوية ملح وشوية فلفل اسود ميشي ممكن ننزل بمقادر العجينة بتاعتنا على ما ادهن الوش بتاعها بالسلسة وبعدين نحط الحشوات بتاعتنا مقدرنا سهلة وبسيطة جدا المقدار دوت ممكن تعمله ثلاثة اربع خمس مرات يعني المقدار ده بيعمل لي صنية بيزا عايزين بقى تزوده زي ما انتو عايزين مقدار بيقول ان انا معايا كوبايت دقيق معلقة كبيرة حليب بودر معلقة كبيرة سكر معلقة صغيرة من الخميرة نص معلقة صغيرة من الملح ربع كوبايت زيت سندباد ابيض بيد معلقة صغيرة سمنة نص كوبايت حليب دافي دي مقدرنا ومش عايزة اكتر من كده اسهل منها مفيش منحطها كلها في الخلاط مع بعضها الحشوات بقى زي ما انتو عايزين بواقل تلاجة حبت جبنة رومي على حبت جبنة متزاريلا على باسترمة على زيتون ربنا كرمنا بيه النهاردة اهو عندي زيتون وعندي جبنة متزاريلا وعندي باسترمة وجبنة رومي مبسورة ونعمل واحدة بالتونة والفلفل الحار يبقى انا كده عملت كل الاطعمة اللي ولادي بيحبوها نعمل كده الباسترمة نعمل دي بالباسترمة نقطع كده معها مثلا نجيبنا رومي مبسورة معها شوية زيتون نجيب الزيتون نعمل اللي موجودة عندنا في التلاجة نعمله وهتبقى مثلا غدا في يوم عشف يوم زي ما انتم عايزين وهدي بشرة جبنة رومي عايزة تحطي متزاريلا مش عايزة تحطي ماشي نحط مثلا لو عايزينها مثلا كده اهي ادي اول واحدة نعملها بالتونة التونة بتاعتنا تكون متصفية خالص بالشكل ده كده لحظة برضو ان انا مطلعش للحروف عشان انا عايزة الحروف لما تدخل الفرن وتستيوي بتاعنا من الحروف او الجوانب كده يبقى الحشوة بتاعتنا موجودة في النص ممكن نحط معها برضو فلفل صباح الخير صباح الهنا عليك صباح الورد كنت عايزة اطلب منك طلب بقى يا شيف نونة عشر طلبات مش طلب واحد تسلاميني ويسلام لزوك وكلامك الحلو اللي اتشال على الراس ربنا يبارك لك كنت عايزة تعمل لنا اي نوع كده بالسيفود يعني مثلا كنيلوني بالسيفود مثلا تعملي كده يوم كده يا شيف نونة طب احنا ممكن نعمل سيفود ان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا اكلة سمك معتبرة على على نظام البلد يوكل بقى حاجة كده مافيس زيه تمام يا ست الكل مستنياك ومنطبراك في كل اكلاتك الجميلة بس اللي تعمليه كله من حلو من ايديك يا شيف نونة ما تحرمش منك حيو تسلاميني عيوني حاضر الاسبوع الجاي ده الاسبوع اللي احنا فيه مش اللي جاي كمان عندنا اكلة سمك معتبرة زي الكتاب ما بيقولوا فيها ان شاء الله طرق جديدة للسمك علشان الناس اللي بتحب تجدد دايما هنعمله مقلي وماشي وكل حاجة بس بطرق جديدة نعمل هنا كده نبقى احنا كده عملنا ثلاث بيت زياتة وهم نحطهم في الفرن بالحاجة اللي موجودة عندنا مش شرط ان احنا نجيب حاجة من بره مش شرط ان انا عشان اعمل بيتزا راح اجيب وكلف نفسي قد كده لا اللي موجود عندي في البيت هستخدمه فل 했ة فل فل اهو كمان احزت حتي ااءاا احزت حتي طماطم اه صغيرة ماشية احزت حتي اسلامي ماشي احزت حتي جانباري احزت courfli ايان كان اللي موجود عندكو اللي موجود في التلاجة والاطعمة اللي بتحبوها in order to buy your food صباح الفل يا مارين صباح النور يا شيك نونا ازايك؟ ماذا الحمدو الله حببتي اخبارك اي sean l influencer ييراب دنيا تسلم ايديك CV جميلة عشان انت اللي بتعمليها والله تحرمش منك حبيبتي ده بس من زوقك بتحرمش منك رب première خلي تسلميلي حبيبتي لا انت مش مخلينا محتاجين طلبات والله تسلميننا حبيبتي ننظف مكاننا كده حطينا الثلاث بيتزيات بتاعتنا او ثلاث بيتزيات بتاعتنا في الفرن نشوف بقى دلوقتي عجلتنا عملناها ازاي اسهل منها والله مافيش الحكاية كلها كبايت دي عملتلي صنية بيتزا او عملتلي بيتزاية عايزين تكرروا المقدار بس يفضل اني يعني مش هعمل مثلا ثلاث صواني بيتزا او رح حطها في الخلاط بتاعنا ثلاث كبايات دي اي لا خلوا كل واحدة لوحدها هيبقى احسن سهلة على الخلاط وسهلة عليه كنتو كمان بصوا كده هنمسك الخلاط بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم مقدرنا نزلت على الشاشة ممكن ننزلها تاني يا سمير ممكن محمد سمير بس ازينك ننزلها تاني ممكن ننزل المقدار بتاعتنا شوية ممكن ننزل المقدار بتاعتنا شوية اه مرة تانية قصدي بصوا بقى المقدار بتاعتنا كانت بتقول اي ان انا معايا كباية دقيقة ومعايا معلقة كبيرة لبن بودر ومعايا معلقة كبيرة سكر معلقة صغيرة خميرة نص معلقة صغيرة من الملح ربع كباية زيت سندباد ابيض بيضة معلقة صغيرة سمنة ونص كباية حليب دافي حطينا الحليب وقادي الابيض بيض وقادي المعلقة الصغيرة سمنة بالشكل ده والسكر اهو هنا والخميرة هنا والحليب البودر كمان هنا هو كله هتحط على بعضه بس انا بتكلم في اللي هنحط الأول علشان نضرب كله مع بعض وقادي نص ربع كباية زيت سندباد هاخلط دا كله مع بعض وعايزكوا تركزوا معايا في الحتة دي علشان تشوفوا الخليط هيبقى القوان بتاعه عمل ازاي بسم الله بصوا كده هراح عاملة كده وقادي الدقيقة بسم الله الرحمن الرحيم مقدار الدقيقة كله يتحط وصبح على مدام سهام قبل ما شغل الخلاط بتاعنا ولله صباح الفل صباح اللي هانا وبجمالي على عيونك علو صباح الفل عليك عاملة ايه ازايك يا حبيبتي عاملة ايه الحمد لله الحمد لله حبيبتي تسلميلي منورة الدنيا يا نونة نورك حبيبتي وتحرمش منك يا رب ايس انا زعلانا منك يا نونة انا مبزعلش حد قوليلي زعلانا مني في اي طايب تعمليلي الحلاوة تاني اللي هي اللي انت عملتها اللي بعير الحلاوة حاضر عيوني ومشيتش لا ما انسيتش والله كل اللي بيتقال عندنا في البرنامج ما بنسهوش ادام لسه شهرة عشرة مخلصة وطلباتكم اوامل لسه مخلصة يبقى على دماغي مفوق يا رب تبقى لازم هيتامل تسلميلي حبيبتي بخير الحمد لله تسلميلي يا رب بتحرمش منك تسلميلي حبيبتي نورتني باتصالك حبيبتي مع الف سلامة في حفظ الله كده حطينا مكوناتنا كلها مع بعض تعالوا بقى كده نخلطها وعايزة صانية بيتزا صغيرة نخلط كده بسم الله هوريكو شكل الخليط هيكون عامل ازاي وما تقولوش ازاي بالشكل ده هيطلع علينا معانا بيتزا هنشوف حالا بصو بيلم خايف ان انت تحطي في الخلاط يبقى حط المواد السيلة كلها مع بعضها الاول في الخلاط وبعد كده فضيها في بولا وحط عليها كوباية الضيق بصو كده بصو الخليط عامل ازاي طيب افضلكو في الصانية على طول عشان نشوفو صانية بيتزا صغيرة هندهنها زيت كويس قوي عندي ورق زبدة يبقى افضل افضل لكن مش مش الزامي عندنا ورق زبدة نحطه في اراضي الصانية ما عنديش هدهنها زيت بس وارح نزله بالعجنة بتاعتنا طيب صانية طيب نطلع فاصل هعمل ايه في الفاصل مش هعمل ايه حاجة زي ما احنا كده هجيب صانية البتزا ونرجع على طول نكمل وصفاتنا ولسه عندنا الباستا فلور هنعملها باسهل طريقة واسهل شكل النهاردة مع بعض واتروحوا في ايه حتة ونستنيكم موسيقى 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 نرجع من الفاصل ما عملتش ايه حاجة غيرنا انا جبت الصانية بتاعتنا هي دهنتها زيت كويس قوي حطيت فيها زيت سينتيبات بالشكل ده ومن الجواني وكل عندنا ورقة زبدة مايش نحط ما عندناش خلاص بصو كده وراح ههي اداء مدهونة زيت ابدأ انزل العجينة بتاعتنا كده بصو نزل عاملة ازاي واعمل كده واساوي العجينة كلها في الصينية بتاعتنا مجرد ما هساوي دي وهسيبها ترتاح شوية عشان العجينة بتاعتنا فيها خميرة مش هسيبها تخمر مجرد ما هترتاح مثلا حوالي عشر دقيق او ربع ساعة ابدأ احط عليها الصلصة بتاعتنا ابدأ احط عليها الحشوات بتاعتنا واروح مدخلها في الفرن اللي شغال وسخر هوريكو دلوقتي لما دخلت الفرن وعليت معانا بقت عاملة ازاي بصو كده اهي سويت كل الوش بتاعها واروح حطت عليها كيس تلاجة واروح عاملة كده بالشكل ده اكني بخمر عجينة خلصة البتزام اذا كده خلصت اه كده خلصت مجرد ما ترتاح عشر دقيق او ربع ساعة هنحط عليها الصلصة وهنحط عليها الحشوات اللي احنا عايزينها وهروح حطها في الفرن تعالوا نبص كده على اللي حطناه في الفرن شكلها عاملة ازاي او لما عليت معي بقى شكلها عاملة ازاي بسم الله الرحمن الرحيم بصوا كده بصوا كده بصوا العلوي بتاعها بصوا كده تشوفوا براحكم صباح الفل يا امني صباح الخير صباح الهنا والجمال على عيونك يا قلبي نونة احمد انا الحمد لله زي الفل تول ما انت بخير الحمد لله حبيثي تسلم ايديك على الحجات الحلمة سلم عمرك ومبروك على الكتاب ومنتظرين وبدل ما كلنا بنصور ونعمل ازنته في الفيت سنوتي بيت عمدينة تكلمة جاهزة الله يبارك في عمرك يا رب بس ادعو انه يتم على خير بإذن الله بإذن الله على بداية السنة هيكون طالع اول نسخة منه ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله يا حبيث تتحرمش منك ستتحرمش منك يا رب ربنا يبارك لي فيك لا تتحرمي ملكيش اي طلبات يا امني معنا لا لا بس انت ليكي طلب وانا كنت ناسيا والله يعني احنا هنشوف هتفتكي وانا لا انتي كنت عايزة السينابون تمام عمو كان عايز الطعمية والله ومش نسياها عارف ان هو هيقتلني اصلا بس ان شاء الله في طلباتكم اوامل هعملك عيوني حاضر السينابون بس انت مش عايزة تعملي انت عايزة تكلية انا عارفة وهعمل له الطعمية عيوني حاضر ان شاء الله ان شاء الله يا حبيث ان شاء الله تسلميلي حبيث نورتني باتصولك يومي كله خير وبركة ان شاء الله قادي البتزيتين بتوعنا بصوا عليها النازلة دي كده كانت من ايديه مطرح ما مسكت الماسك بصوا عاملة ازاي ترتاح شوية وهوريكم بسبتسولة كده بحرف تلوعها بسهولة من الصينية عاملة ازاي بعد ما نكلم يارا ونقولها صباح الفل هلو هلو انا سمع عليكم عليكم السلامة الله وبركاته عاملة ايه هلو حمدللك وياسي يا رب دايماً امريني اسمعيك يا حبيبتي امريني عمدل حذيئي جدا والله ما تحرمش منك يا رب تسلميلي واسلام لعمرك اسمعيك تب وط التلفزيول اسمعلي مع التلفون ماشي مريني يا حبيبتي معيك انت إسلامية يا ربنا يبريك لي فيك يا رب وانا بس عايزة هو طريقة الكريم كراميل هو بنستخدم كم بيضة في الكريم كراميل بنستخدم كم بيضة انا بستخدم صفار البيض مش البيض يعني انا بستخدمش البيض على بعضه طيب اي رأيك نعمله مع بعض ونشوف تكنيكو عامل ازاي علشان ما يخرص مننا عشان انا ممكن اقول هالك كده وتجي تعمليها يخرص منك فحبيبتي كنزة اكتب لنا كريم كراميل على شغل خاطر يارا وان شاء الله الاسبوع الجاي بإذن الله اكون اعمل لك احلى كريم كراميل علشان خاطرك عملنا البتزة زي ما احنا شايفين اهي كانت اسهل عجينة البتزة نحاول كده نبص كده مع بعض بالسباتشولة شكل البتزة بتاعنا من تحت عامل ازاي ناس كتيره تقول ايه العجينة عامل كده ليه ولا مش هتطلع معانا بتزايا لا تطلع معانا وتطلع معانا زي الفل كمين بصوا كده بصوا كده جب مانديل عشان هي سخنة خليبنا وانحنا شغالين بسم الله بصوا كده بصوا من قبل حتى مرفحها بصوا تتحرك بسهولة مش لازقه في الصينية دي حاجه تضمن لي ان انا لما اجي ارفحها بالشكل ده بصوا كده بصوا كده بصوا كده قطعت البيتزا توميله عشان يبقى ماشين كله تبع البيتزا دي اسمها الخلاط السريعة اللي ماخدتش معانا وقت خالص يا ضب عمانا العجينة دربناها في الخلاط الكوبايت دي بتطلع لبيتزاية بالشكل اللي حضراتكو شايفينه ده انتهيلي اسهل من كده مفيش الناس اللي بتحب البيتزا قوي ويشتكوا ان هي بتطلع معاها ومش مزبوطة بصوا كده راحتها هيلة راحت السوسة اصلا محطوط اللي هو الهريسة مع صلصة الطماطم فضيعة بصوا بصوا من الارضية بتاعت عاملة ازاي صباح الفل يا راشا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته عاملة ايه؟ الحمد لله يا رب دايما ربنا يخليكي انا بحبك قوي ربنا يخليكي حيوتي تحرمش منك يا رب تسلميلي ربنا يخليكي انا ممكن اقتل من حضرتك طلب عشر طلبات مش طلب واحد امورين انا بس عايزة ترمى رقم تنفر حضرتك خدي من كنزة حالا ليكي طلبات تانية ربنا يخليكي ربنا يسر عليكي ربنا يسر عليكي ربنا يخليكي لينا اللهم امين يا حيوتي تسلمي لا حيوتي تتحرمش منك نجي بقى دلوقت للباسطة فلورة عايزة قبل الباسطة فلورة نبص على ففورن مش عايزين ننسى حاجة ماشي تمام بصوا كده هذه البتزاية التالتة اللي عملناها بسطرما وزاتون بس بصوا برضو تتحرق بسهولة ازاي مش لازقة ولا في الجواني ولا اي حاجة هنطلع فاصل نرجع من الفاصل نعمل الباسطة فلورة قدامنا ديها قبل ما نطلع يا سامقيها محمد ماشي بصوا الباسطة فلورة بتاعتنا اهي ممكن بقى ديها كمان تنزلي المقادير بتاعتنا برايك طموعة انا معلش طموعة انا معلش حقك علي ايدي الباسطة فلورة بتاعتنا اهي هنعمل اي دلوقتي هتنزل المقادير بتاعتنا صوروها ونكتبها مع بعض على ما تترجعوني من الفاصل كل اللي هعملو هكون عملت ايه خلطت السكر بودرة مع الزبدة مش هعمل اي حاجة اكتر من كده هخلط سكر بودرة مع الزبدة يديني خالط كريمي عشان لما نرجع نشوف العجنة بتاعتنا وتشكيلها يكون عامل ازاي ما قادرنا على الشاشة دلوقتي نصورها بسرعة ونكتبها بتقول ايه تلاتة كوب دي ايه كوباية زبدة كوباية سكر بودرة بيتين معلقتين صغيرين بيكنج بودر معلقة صغيرة بشر برطقان رشة ملح معلقة كبيرة فانيليا كوباية مربة حسب الرغبة او ممكن يبقى كوبايتين البطرمان اللي هو نص كيلو دوت ايا كان ايه بقى لو عملنا في البيت هتطلع لنا اطعم بكتير اللي هي المربة لو عملناها زي ما عملناها قبل كده دي مقادرنا نصورها هطلع فاصل ارجع من الفاصل نشغل في المقادر دي ونشوف البستة فطورة جميلة بتاعتنا دي عملناها ازاي نستنياكوا بعد الفاصل او اطراهوا في اي حد